مرحباً للجميع في قناة اليوتيوب أردو لو دي أول مر تشوفوني إحنا في الحناس هنا بقالنا حبة كده ما تكلمنش عالفاشن بقالنا حبة هلويين كده بتاع مثلاً 19 فيديوهات ما بنتكلمش عالفاشن فالنهاردة جمعت شوية نصايح وشوية تيبس كويسة كده لو حد بيتجدد دولابه أو لو حد حتى عايز يختار من دولابه ومن لبسه اللي عنده دلوقتي حالياً عاول ينصقه بطريقة أحسن If you are interested in that you أول حاجه دي مش طيب ディ أول حاجة كده ژا , أول حاجه عموماً قبل ما نبدأ فيه حاجتين احنا عايزين نهتم بيهم قبل ما نبدأ إيه النصايح اللي احنا عايزين نسمعها او قبل منا نبدأ نبدأ أساساً اي حاجة في اللبس وازاي اللبسانة يبقى كويس لازم نبقى حاجتين اول حاجة الي احنا الاستايل الي احنا عايزين نلبسه يعني هل مثلا انا عن نفسي بفضل مصلا الاستايل التاسعناتي الاستايل حاجات لواسعةexp ولا انا عايزة مثلا البس بلوزات والبس لبس كلاسيك شوية كل واحد بيحدد على حسب حياته وعلى حسب اسلوب حياته ايه هي الحاجة اللي يقدر يلبسها بشكل اكتر داني حاجة هي المقسات في حاجة في المقسات عايزة اكد عليها وهي طول اللبس طول اللبس مش طول التشرتات لا اهم حاجة في اللبس هو مقس البنطلون لان زي ما انتوا شايفين مثلا دلوقتي القميز ده اساسا بتاع اخويا فالفكرة انا ممكن نلبس عليه بنطلون يخلي شكله حلو وممكن نلبس عليه بنطلون يخلي الشكل علي مهرول كده وتحس انه هو الحاجات كلها واسعة فاهم حاجة في اللبس طول البنطلونات اهم حاجة ان انا جيب بنطلون او جيبة او اي انكان او فستان او اي حاجة لو انا محجبة يبقى طولها كويس علي يعني ايه طولها كويس علي مش مثلا بقول ان تجيبة تباين اخر حتة من انكل الرجل لو انا محجبة لأ تبقى على الكوتشي على طول اولا لو انا لسه بدأ جديدة في فكرة ان انا بشتري لبس او لو انا عندي لبسه وبفضل ما بينه بفاضل ما بينه يعني عندي تيشيرت اقول طب هلبس ده ولا هلبس ده طب ايه الحاجات اللي انا ممكن مش عايزها ايه الحاجات اللي انا ممكن اطلعها مثلا بتبرع بيها ايه الحاجات اللي انا مش هلبسها بعد كده اول حاجة لو احنا لسه جداد ففكرة ان احنا بنختار لبسنا ان احنا نشوف الحاجات السامبل انا لسه بدأ فانا مش هعرف اميكس ان ماتش بالطبع الابصر عنيد منه و بعض التسريس مع بروزات whereas أحب الشيء الحاجات اللي انا مقدرش اجيبها خالص في الاول اللي هي الحاجات اللي عليها شغل الحاجات اللي عليها استرس وترتل والحاجات اللي عليها حاجات بتلمع والكلام ده كله والحاجات اللي لما بتفتحوا عليها فلاش بتعكس والحاجات اللي هي بتبقى مثالك كده الحاجات دي كلها نبعد عنها في الاول وانا اساسا عمتا يعني بحب الحاجات دي بس مش بحب كتر منها ومش بيبقى شكلها لطيف وهي بتبقى ليها وقت وبتخلص فلو انا عايز اشتري اساسيات ولو انا عايز اشتري حاجة تعيش معايا يبقى ما جيبش من الحاجات دي من الاول طالما انا لسه بابدأ الدولاب بتاعي تشارتات سادة اجيب قمصان اجيب بلوزات الوانها فتحة حط حاجات بسيطة جدا مع بعض بتخلي شكل شيك تاني نصيحة علشان المحجبات وغير المحجبات انا دلوقتي لو انا لابسة اميز زي ده وانا قفلاة وانا محجب الطرحة بتبقى نزلة من هنا او لو احنا مثلا بنرمي الطرحة الور ميفعش ألبس الغداعين زي كده حاجة من فوق ميفعش ألبس السلسلة مثلا لو اما قفلاة لو اما محجبة لو انا مش محجبة ا였عني ممكن تلبس حاجة المحجبة يعني مش ألبس الاتنين دول على بعض لأ ألبس حاجة المحجبة اللي هو مثلا متى ألبس سلسلة زي دي ممكن ألبس حاجة كمان أخفة من دي بحيس ان الشكل يبقى شكل كلاسي طيب اما للبس فوق ما لابس، من فوق لأ ألبس في إيدي ألبس في معصم إيدي من هنا مثلا بريسلت ألبس خواتم ألبس أي حاجة بس عشان تخلي الشكل بتاعك متنصف وتخلي الشكل بتاعك شكله شيك وحل وإحنا بنبتدي نشتري حاجات جديدة أنا لسه هتكلم عن تنسيق الألوان في الآخر بس عمتا هتديكم نصيحة سريعة لو أنا بشتري لبس جديد هل أروح أشتري أخضر وزيتي وكحلي والحاجات دي لأ إحنا نبدأ بالألوان الفتحة اللي هي زي إيه؟ زي الأبيض، زي البيج، زي الرمادي الفتح زي البيبي بلو اللي هو اللبني الفتح خالص نجيب الحاجات الأساسية وممكن ندخل مثلا حاجة سوداء أو كده ولو إحنا مثلا بنحب ستايل التشيرتات وبنحب ستايل الحاجات دي يبقى أنا عارفة أن أنا عايزة ستايل بتاعي يبقى كادول فبتدي مثلا أفكر أنا عن نفسي لما باجيب بقول أنا بحب الشكل التسعيناتي وبحب البنطلونات اللي هي الوسط بتاعها عالي وبحب التشيرتات النص وكم اللي هي بتبقى شكلها أوفرسايز شوية أو بيبقى شكلها كبير شوية فمثلا أنا دلوقت عايزة أشتري حاجة زي كده فبحط في دماغي وأنا نزلة حاجتين إن أنا عايزة أشتري تشيرت تاني حاجة تشيرت ده يبقى شكل عامل إزاي أولا دي تلات ألوان تبدأوا بيها لو أنتوا لسه بتبدأوا الدولاب بتاعكم أسود ورمادي غامق وأبيض لو أنا عايزة أشتري تشيرتات وهشوف أن هي بيبقى مطبوعة عليها حاجة من قدام معظم التشيرتات التسعيناتي ومعظم التشيرتات اللي هي الستايل بتاعها قديم شوية بيبقى مطبوعة عليها حتى لو أنتوا دخلتوا عندي على الانستجرام هتلاقوا عندي كذا تشيرت كده من الحاجات اللي بيبقى مطبوعة عليها ودلوقتي عمتنا التشيرتات اللي مطبوعة عليها دي والحاجات دي طالع موضة فهتلاقوا كذا ستور تقريبا تشيرت بيبقى 150 بـ 200 يومة بيبقى غالي تجيب البانطولونات البانطولوناتهم دلوقتي هو مش طالع موضة البانطولونات 真的سكينة خلص البانطولونات ال tortoise color يعني انا عن نفسي أنا عندي تقريبا دلوقتي واحد او اتنين اللي ممكن Whatsappめ نلبسهم والباقي كله البانطولونات اللي هي الctoruffin وال담 والımenfat والحاجات الواسعة هقول لكم ازاي ان احنا ممكن ننصق مع الفatt fazem والـqual刀 ز рай نلبس عليهم حاجات شكلها حلو وفي نفس الوقت إيه هي الألوان لو أنا نزلة مثلا أجيب پانطالونين أو حاجة إيه هي أكتر لونين المفروض أجيبهم أكتر لونين المفروض أجيبهم هو الأزرق الغامق بس مش اللي هو بلو بلاك بقى اللي هو بيبقى غامق جدا لا أفتح درجة من البلو بلاك وكمان الجينز الفاتح خالص هحط لكوا صورته وهو ده أكتر لونين المفروض إحنا نجيبهم طيب بعد كده لو انا عايز ازاود لو انا قريدي عندي الاثنين دول ابتدي اجيب برضو الاساسيات زي البيج ابيض والاسود الزيتي الاربع الوان دول مهمين جدا ان هما يبقوا عندنا ان هو في كذا لبس بيبقى شكله حلو عليهم زي ما قلت الابيض والاسود والبيج والزيتي طيب انا دلوقتي عندي بانطلون بويفرند ولما بلبسه بحس ان هو شكله مبهوأ او بحس ان هو واسع وبحس ان انا مش عارفة لايق عليه حاجة اولا البانطلون البيفرند انا بالنسبالي احسن حاجة ان هو يدخل من جوه عشان كده هو بيبقى واسع احسن من البلوبيستي سكيني على التيشرت طويل بيبقى الشكل حد مودست اكتر انا حاجة تخلي او تفرق في شكل البانطلون البيفرند ان انا ألبس حزامة الحزامة في كذا حد بيسألني اجيبها منين الحزامة انلاين بتبقى غالية يعني انا ما شفتش مكان انلاين بيبيع الحزامة بسعر كويس بس لانا بعمله ودي نصيحة مني لكم روحه عند اي حد بيبيع حزامة رجالي بتاعت رجال عادي بيبقى عنده برضو حزامة ولادي بتاعت صغيرين بتروحه وبتقوله انا عايزة حزام ولادي صغيرين ايه ملاش علاقة بالوزن ولا تخينة ولا رفيع ولا اي حاجة بيبقى الحزام كبير جدا وعادي جدا وانا محجبة ومش عايزة مثلا يبقى شكل البانطلون بتاعي داخل من جوه من وره طب اعمل ايه؟ البس اميز زي لانا لبس ده بيبقى شكل واسع بس فعلا احسن حاجة لمحجبات ودي تيب كمان اللبس الواسع على المحجبات بيبقى شكله احسن من اللبس الدايق بعيدا عن الدين وبعيدا عن التدين وعن كل حاجة بس لا في شكل كده بتشوفوه بتقوله اه هو ده كده شكله حلو قوي واحدة بلوجر بتاعت حجاب او كده بتلاقوا لبسها كل واسع ان الشكل مع الحاجات الواسع بيبقى مهندم كده وركب على بعضه ده رأي عمتا يعني كل الحاجات دي رأيي ممكن تشيلوا حاجات ممكن تزويدوا حاجات بس انا بقولكو على البايزيكس والحاجات اللي انا شايفها من وجهة نظري كويسة من البنترانوات البويفرند الحاجات الحلوة والحاجات اللي بتبقى حلوة عليها هي القمصان ان احنا ندخل حتة من قدام ونسيبه من وارا او نلبس قريدي عليه قميز بيبقى قصير بجد بيدي شكل حلو جدا وانا انصحكو بيه جدا فبنترانو بويفرند بالنسبة لي حللي ازامات كتيرة جدا هو المنفق نطيل الواسع دي عمتا حلتلي ازامات كتيرة جدا في لبسي وفعلا بتفرق جامد جدا حتى لو لبست تيشرت مثلا ديق زي الاسويت ده ودخلته من جوه بيبقى شكله حلو عليه ستيل بحسنه بتليق عليه كل حاجة بالنسبة للجزم لو احنا لسه بنتدي نشتري جزم جديدة او لو احنا زي ما بقولكو بتجددوا الدولاب بتاعكم حاجة ان احنا نبدأ بيها هو الجزم البيضل ليه الجزم البيضل ان الجزم البيضل بتليق على كل حاجة وبتشيك كل حاجة وفعلا بتدي لحاجة كده منظر اولوك مختلف طيب بالنسبة للشنط الشنط انا بحب الشنط الصغيرة الشنط مش عملية تماما بس فعلا بتحلي شكل اللبس جدا انا عندي شنطة واحدة بس كبيرة او شنطتين واحدة سودة تقريبا واحدة بيج البيج مش بتاعتها بيج بتاعت ماما بس يعني احنا خلاص حطيناه في الدولابي فانا يعني كأنها بتاعتي شنطتين دول بس اللي باستخدمهم هو جايبة بيج وجايبة اسود علشان يليق على كل حاجة اي لون هلبسه هليق على الاسود وهليق على البيج وفعلا دول الشنطتين الكبار الوحيدين اللي عندي عندي ايه تاني عندي باقي كله شنط صغيرة كده ما بتشلش اي حاجة اللي هو حرفيا في عندي شنط مبتخدش موبايل بس فعلا بتخلي شكل اللبس حلو جدا وبتفرق في شكل اللبس جدا بعد كده هنتكلم عن الاكسسوريز الاكسسوريز هو جدا لو احنا استخدناها بشكل كويس طالع موضة الليرنج اللي هو اعمل طبقات كده من السلاسل وبقالها موضة تقريبا بتاع سنة سنتين انا بحب الليرنج جدا بس لو انا لسه مبتدية في الموضوع علشان ما يبقى اسش شكل زحمة قوي ابتدي بحاجة سامبل واجرب لو انا لسه باشتري مشتريش كزا حاجة وبعدين حاولي لايقهم على بعض لا اشوف مثلا اخش على بينترست انا هسيب لكم اللينك بتاع بينترست بتاع الاندرويد وبتاع اكتبوا بس اكسسوريز بتاعها ويبتدي يطلع لكم اشكال وحاجات انتو تبتدوا تنسقوا على الصور اللي انتو شفتوها دي لان فعلا الاكسسوريز من الحاجات اللي انا لو جبت حاجات يعني انا مثلا ممكن نلبس سلسلة دي على السلسلة اللي هي دي دي اسمها تقريبا بويفرند تشين او حاجة زي كده ممكن يبقى شكلها زحمة ممكن نلبس حلق يخلي الحاجات شكلها زحمة انا في فترة كنت بلبس حاجات وكب تبقى زحمة جدا وببقى حاسة ان هي زحمة بس انا مكنش عارفة ايه الغلط طب انا شايفة حد بيلبس كده وبيبقى شكلها مش غلط فالفكرة ان لو انا مش محجبة لو انا لبس حاجات كتيرة فهنا مثلا مبقاش لبسة كمان حلقان مش كتيرة لا انا ممكن نلبس زي ما انت شايفين انا عندي 3 اخرام هنا انا لبس حاجات بس مش لبس حاجات مدلدلة كبيرة لا لبس حاجات صغيرة ممكن نلبس حلقان كتيرة لو انا عندي كدة خرم بس حلقان تبقى صغيرة بشكل ان هو ما يبقاش مدلدلة لحد هنا مع السلاسل هتلاقوا الممزر بيبقى كتير حاجة مهمة دي نصيحة عشان الشياكة عامة الميكوب الميكوب اهم حاجة فيه اللي احنا بنعملها ايه اللي احنا بنعملها انا مثلا من نوع انا مبحط ش فاونداشن بس لو انا احط foundation لازم امشي step by step كويس ايه هي step by step المفروض الاول ابتدي احط مرتب وبعدين احط sunblock وبعدين احط البرائمر وبعدين احط الفاونداشن وبعدين اسبت البودرة ما عنديش برايمر ما عنديش جل الصبار ما عنديش جل الصبار ممكن اوقع الstep دي بس الstep بتاعت الترتيب والstep بتاعت ان انا احط sunblock مهمة جدا 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 واهم حاجة برضو لو انا الفاونداشن بحس ان هو تقيل على بشرتي ما عنديش فاونداشن اما احط فاونداشن واخلطه بمرتب اما اجيب بيبي كريم اللي هي الحاجات بيبقى زي الفاونداشن كده بس بيبقى خفيف ده علشان الشكل يبقى شيك عمتا البلاشر والتينت ما ينفعش ان هو مفيش حد بيتخلق بيبقى يعني حتى الميكوب ارتست اللي هما بيحطوا ميكوب اوفر ولهما بيحطوا اللوكس الفضيع اللي بيبقى فيها ازرق واحمر وكده بيجوا عند البلاشر ومش بيكتروا منه لان هو الكتير منه بيبقى اولا بيظهر الحبوب اللي في الوش ثانيا بيبقى شكله كتير ووفر وبيخلي الشكل فالجر شوية فاهم حاجة احنا نحط كل حاجة احنا عايزينها بس نحطها بالشكل الصح طيب ايه تاني رموش انا ممكن احط مسكرة كتيرة بس لازم اخد بالي ان انا الرموشي متبقى شلص اف بعض اهم حاجة تجيبوا الفرشة بتاعت اللي هي بتصرح الرموش وابتدي اصرح بيها رموشي بعد ما احط المسكرة علشان ما يبقى الشكلها مكالكة حاجة كمان هي الحواجب الحواجب لو انا مش متعودة وما بعرفش ارسم حواجبي بقلم او ما بعرفش ارسم حواجبي بباودر في كده مسكرة من اسنس او مش مسكرة هي باودر كده بتتحط كأنها زي المسكرة بتقل الحواجب هسيب لكم اللينك بتاحها برضو في الديسكريبشن بوكس تحت علشان انتو لو عايزين تشتروها وبيبقى سعرها تقريبا حاجة 80 حاجة 70 على حسب سايت او على حسب المكان اللي انتو بتجيبوها منه لان اسعار حاجة أسنس بتبقى مختلفة حاجة قبل الاخيرة الحاجة القبل الاخيرة هي فكرة تنسيل الوانك انا دلوقتي مش هقدر اتكلم على كل تنصيقات الوان اللي في الدنيا بس هقدر اتكلم على الاساسيات ايه هي الاساسيات الاساسيات هو لما اجي اجيب حاجة ابقى عارفة ان هلبسها على ايه مثلا أنا هقولكم التنسيقات الحلوة أكتر حاجة بتليئ على بعض وأحسن الحاجات اللي أنا بشوفها من وجهة نظري ممكن وجهة نظر حد تاني تبقى مختلفة بس من وجهة نظري دي أحسن الحاجات أو قلطاف الحاجات بالنسبالي أول حاجة هي الأبيض مع البيج الأبيض مع البيبي بلو لو أنا هلبس جينز على أسود على تيشيرت أسود وجزمة بيضة أو الجينز على اللون الجملي اللون الجملي فعلا بيبقى مع الجينز حلو جدا لو انا هلبس مثلاً پانطلون لونو بيج يبقى لبس عليه حاجة من فوق لونها ابيض بيبقى شكلها احلى من لو لبسنا اسود عم تجربة فعلاً البيج بيبقى محتاج حاجة فتحة لو هلبس حاجة زيتي ممكن ألبس عليها اسود هيبقى شكله قلطف بقى ألبس حاجة اسود في اسود بيبقى شكلها حلو جداً بس بيبقى فيه حاجات بتشيكها لو انا محجبة ألبس طرحة فيها ابيض فرمادي في اسود بيبقى الشكل حلو جداً 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 وأنا مش محجبة ممكن ألبس سكارف وممكن أزود حاجات بقى جولد في الحالة دي لو أنا لبسي كله سادة ممكن سلاسل وممكن ألبس برضو حلق ممكن يبقى زي كده برضو حاجة كده مش كبيرة قوي بس يبقى شكلها باين إن أنا اللبس بتاعي كله هيبقى سود فيبقى عايزة حاجة تبقى شوية باينة آخر حاجة ودي حاجة زيادة دي تاب كده اللي هو لو أنا خلصت الحاجات دي كلها إزاي بقى أخلي اللبس بتاعي شكله أحسن أو إزاي إن أنا أزود حاجات صغيرة تفرق في الشكل أول حاجة هي الهاتباند اللي هو التوج بتاعت الشعر تسريحات الشعر لفات الطرح وهكذا لفات الطرح أحسن مكان تشوفوا لفات في طرح هو أكاونت اسمه يورقامة هم أسمي بيعوا طرح الطرح بتاعتهم غالية شوية بس أنا ما بقولكوش تشتروا لهم خالص أنا بقولكوشوفوا لفات الطرح اللي هم بيبقوا منزلينها فعلا من أشكل لفات الهاتباند والحاجات دي كلها أحسن مكان تشوفوا ستايل لي للهاتباند هو بنترست بجد بيبقى فيه أشكال حاجات وتسريحات شعر بجد حلوة جدا حاجة كمان من اللي بتفرق في الشكل عمتا هي النظارة اللي أنا بلبسها مثلا لو أنا الصبح لو أنا عندي مثلا مشكلة في عيني ده أنا لازم أو يستحسن أن أنا لازم ألبس نظارة مع الشمس علشان ما يبتديش إن أنا في سيول تمزل من عيني وابتدي الدنيا تدمع فأبتدي أختار نظارة تليق على وشي النظارات الصغيرة والنظارات اللي بتطلع موضة والحاجات بتاعة الفوتوشوتس والإنستجرام والحاجات دي حلوة بس لأ أختار حاجة عملية تبقى قد وشي ما تبقاش كبيرة قوي لأن النظارات الكبيرة قوي أو في ناس بتليق عليها بس الأفضل إن أنا جيب حاجة على قد وشي شوية عشان أصايمة والساعة الساعة خمسة فاضل ساعة نص عفطار فالواحد بيبقى خلاص استنفس قوته كلها أرجو إن التبس أو المعلومات دي تبقى أنا في عيدكو شوية وأنا عارفة إن أنا عملت قبل كده عن الفاشن بس عادي جدا إن أنا أعمل الفاشن تاني فاشن الكلام فيما بيخلاص وإكتبوا لي في الكومنت أنتو عايزين إيه فيديوهات اللي بعد كده عشان أنا بحب أعمل فيديوهات أنتو تبقوا طالبينها أكتر من اللي أنا ببقى محضرها أنا كده كده هعمل شوپنج للعيد أونلاين وهوريكو وهوريكو الحاجات اللي جبتها والحاجات دي كلها وتابعوني على الإنستجرام هنزل كمان الويب سايتس اللي أنا بجيب منها والإكسپيرينس التاعتي كاملة على الإنستجرام علشان لو حد عايز يشتري قبل العيد تنسوش تشوفوا الجافاوي اللي أنا هعملها تنزل يوم 2-5 بإذن الله جايزة هتبقى حاجتين أول حاجة هي الهيرلاين بتاع برأس اللي أنا بتكلم عليه دايما هيبقى فيه الشامبو والبلسم وحمام الكريم والبيرفيم بتاع الشعر وكمان الفرشة كنت تكلمت عليها قبل كده فرشة حلوة جدا وآخر حاجة هي السيرم بتاع الشعر والتاني حاجة هي الوليومايزينج إير براش بتاعة راش براش الجديدة دي أساسا فكرة بتاعة الفرشة دي جاية من مركز مهرافلان هو دا إير جاير يعني هو دا حاجة زي ستشوار بس السخونة بتاعتها مش جامدة عشان ما تأزيش الشعر وكمان ممكن تصرحوا شعركو أو تستايلوا شعركو على البارد منوكو ممكن تنشفوا شعركو بهوا سائع علشان ما يأزيش شعركو وفي نفس الوقت تعملوا له ستايل معين فأنا بس حبيت أقول لكم على الجيباوي علشان ما حدش يمس فكرة الجيباوي هحط لكم اللينك بتاع الانستغرام بتاعي ما تنسوش تعملوا له لايك الفيديو دا وفولو على الانستغرام وسبسكرايب ليوتيوب تانيل وشكو ان شاء الله يوم التالي